اشتركوا في القناة ومتابعة احتياجات المرأة والأسرة البحرينية لضمان كل ما يؤدي إلى تعزيز الاستقرار الأسري نعم ثمنت سموها بهذه المناسبة المتابعة الحفيثة والحرسة الكبير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ترجمة توجيهات جلالة الملك المعظم لرفع مستويات الازدهار والتلمية في مملكة البحرين وتجويد الخدمات المقدمة للأسرة البحرينية التي تشهد تطويرا مستمرا من قبل الحكومة الموقرة جاء ذلك خلال استقبال سموها حفظه الله سعدة السيدة أمنة بن أحمد رميحي وزيرة الإسكان في مقر المجلس الأعلى للمرأة بالرفع حيث باركت سموها إطلاق المرحلة الثانية من المشروع الإسكاني مساكن في مدينة شرق الحد والموجه للفئة الخامسة من المستفيدات بحق الانتفاع من الخدمات الإسكانية مشيرة سموها إلى أن التوسع في مشروع مساكن يأتي مستندا إلى نجاح المرحلة الأولى من المشروع في منطقة اللوزي بالمحافظة الشمالية التي جرى افتتاحها نهاية العام 2016 حيث آربت عن تطلعها بتعميم مشروع مساكن ليشمل جميع محافظات مملكة البحرين أشارت صاحبة السمو الملكي حفظها الله إلى أن مملكة البحرين تعد من أوائل الدول والمستمرة في تقديم خدمات إسكانية نوعية للمواطنين والمواطنات ضمن المبادرات الكثيرة التي تصب في مصلحة الأسرة والمرأة البحرينية وقد أشادت سموها بهذا الصدد بصدور قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاثنين العشرين من نوفمبر 2023 والذي نص على تطوير معايير الاستفادة للفئة الخامسة بهدف توسيع دائرة المستفدات من هذه الخدمة الإسكانية بما يوفر حياة كريمة مستقرة للمرأة البحرينية على اختلاف ظروفها الاجتماعية ومراحيلها العمرية وتوجهت سموها في ختام اللقاء بالشكر إلى سعادة السيدة آمنة بنت أحمد رميحي وزيرة الإسكان والتغطية العمراني وفريقها التنفيذي على الجهود الحفيثة للوزارة لتطوير الخدمات الإسكانية وتنوع الخيارات المتاحة أمام المرأة البحرينية بما يسهل من استفادتها من هذه الخدمات ثم استمعت سموها حفظ الله إلى عرض من سعادة وزيرة الإسكان والتغطية العمراني حول مشروع مساكن اثنين في مدينة شرق الحد جاء فيه أن المشروع يتكون من أربعة طوابق ويضم 49 شقة بمساحات تتراوح ما بين 93 متر مربع إلى 124 متر مربع وما يتوفر في المبنى من مرافق مثل الصلاة المشتركة متعددة الاستخدامات وغيرها أوضحت وزيرة الإسكان أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع من خلال النصف الأول من عام 2025 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر